محافظة البنك المركزي طالبوا بإقرار كما قلت من مجلس الأمة ثلاث تشريعات تتضمن قانون تعديلات على القانون المدني فيما يخص بالإيجارات وقانون العمل في الغطاء الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل وهي خطة كما قلت موضوعية ولا ترخق ميزانية الدولة وعادلة وتحقق الأعدالة هذا أقل ما يمكن عمله لكن تباطئ اتخاذ هذا القرار وتباطئ التعاون فعلا ماذا سيقدم أكثر من ذلك؟ الأمر لا يكون هناك وأعتقد أن هذه صرخة أو صيحة لأن هناك من يكون لديه من الاهتمام بالاقتصاد الوطني يرعوي ويهتم بأن يكون هناك توعية للرأي العام بمثل أهمية هذه الإجراءات لا تأخذ وقتا ولا تستنفذ جهدا في معالجتها فاعتخاذ مثل هذه التشريعات هي تساعد ملفات اقتصادية كثيرة وتساعد على تكمل جهود لجنة التحفيز لكن للأسف اللجنة وقفت وعطت التوصيات وحطت البرامج ولكن لتنفيذ هذه التوصيات وحطت ملامح ما يمكن أن نقول ضوابط المطلوبة لإصدار تشريع أو متطلبات أو ما يسمى بمتطلبات المهمة لإصدار تشريعات لكن اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة أو في عموما بشكل عام السلطة التشريعية اهتماماتها ليس بالاقتصاد ولا اهتماماتها بما يهم المواطن والدولة ترجمة نانسي قنقر